اشتركوا في القناة يعني ما عنديش ايمان او بحتة المؤامرة ومش عارف فيه مؤامرة يعني اه بيبقى فيه مؤامرات احيانا لكن مش في كل الوقت مؤامرة 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 كان معايد دكتور رحمة كريمة كذا مرة كان بيتكلم على جامعة سهيونية بتخرج مسلمين ومقرها في بريطانيا الدكتور رحمة كريمة علينا وراسي راجل انا احبه في الله ووضيفه صديقه لبرنامج دائما يعني كنت بسمع عن الجامعة دي زي زيكم يعني مش منتبه ليه اول لكن كنت بعمل ابحاث عن احد الشيوخ اللي اتكلمنا عنه اللي موجود في امريكا واللي ابتدى ينكر السنة للأسف للأسف مع ان انا واحد من ناس كنت بسمع له احنا صغيرين وكان مشهور جدا جدا في التمانينات هو اللي جابني سبحان الله عظيم للحلقة النهاردة يعني هو اللي خلانا اقول الحلقة النهاردة عندما فضلت ابحث وراه اللي خلها يغير الوجهة دي ففضلت ارجع 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 لغاية لما وصلت لقصة المليار ولقيت الموضوع مش حقيقة احنا عارفين انه حقيقة لكن الموضوع يستاهل ان احنا نقف عنده واستاهل ان احنا نتكلم فيه كتير صحيح ناس كتير اتكلمت عنه وناس كتير اتكلمت عن النظرية والمؤامرة والمليار الزهبي واللي مش عالف ايه اللي بيحصل ده صحيح انا مش هكلمك في ده تاني بس حديك نبز عنه لكن هكلمك في حاجة مهمة اوي اوي في حاجة ضرورية تخصنا احنا جدا 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 مبدأين كده في 1998 كان في واحد اسمه توماس مالتوس توماس مالتوس ده هو كان محلل سياسي واقتصادي كان نشر كتاب مقالة في علم السكان كتاب اسمه مقالة في علم السكان بيقول ايه بقى بيقول ان النسبة السكانية بتنفجر يعني احنا على طول موليد في كل سنة تقريبا الموليد بتتضعف يعني لو السنة دي مثلا 100 الف السنة اللي جاية 200 الف وهكذا وهكذا فده بيحصل انفجار سكاني طيب قالك الموارد الف الارض يعني احنا بنكتر لكن الموارد الف الارض ما بتكترش ما فيهاش كترة يعني ما فيهاش يعني ما بتزيتش عن حد ده يعني طيب هنعمل ايه مؤرخين في بعض مؤرخين كمان ربضوا عليه وقالوا لا يا عم استنى بس حاسب احنا مع العلم والتقدم التكلوجيا بدل الارض نخليها اتنين وبدل الزراعة نخليها تلاتة يعني نقدر يعني نقدر نعمل الكلام ده قالك لا استحالة استحالة بالعلم وتوصل لده ومهما وصلت العلم للأسف الموليد بتتضاعف بالمليارات بتتضاعف بالزيادة طب يا عم انت كتابك ده نشر فيه قالك اول حاجة اول حاجة ان احنا نحد من الزواج يعني مبقاش فيه زواج خد بالكم موضوع ده انا باختصرها للموضوع ده حلقات لو فتحت فيه حلقات قصما بالله ما تخلص عفوان فقالك احنا نحد من انتشار الزواج طب انا اسفي يعني طب انتشار الزواج اللي انت هتحد منه ده طب ما الناس يعني سبحان الله كأنات حية برضه وعايزة يعني يقال لك اه عادي احنا نعمل المثليين خد بالك احنا نغير الزواج ده نعمله المثليين ليه علشان يعني راجل وزوجة هيجبولنا اغر كتاكيت لا احنا مش عايزين كتاكيت فاحنا عايزين يبقى راجل وراجل وزوجة وزوجة سيدة وسيدة وراجل وراجل تشجيع المثالين ان يبتدوا يخشوا في قصص المثاليين عرفتهم وبيسقفوا المثاليين وبيشجعهم ليه عشان قصة زيادة السكانية دعك ايه تاني عم قال لك والله قصة الانتشار الاوبئة والامراض هي ضمار لكن هي مفيدة برضو مفيدة ليه عم قال لك اصلين تعرف بريطانيا في سلك مش عارف كام قال لك لما حصل فيها الوباء الطعون قتل كام واطن قتل بتعاشرة مليون واطن تقريبا وبعد كده قال لك ايه قال لك المواطنين اللي عاشوا اللي عاشوا الفلوس بتاعتهم زادوا يعني رواطبهم زادت وعاشوا في حاجة كويس او فده كويس ان انت تحد من الناس او تحد من البشر فده يعمل عندك وفرة لكل حاجة وفرة للارض وكمان ان المواطن او الناس اللي حاسة بالفقر هتحس انها عايشة يعني مبسوطة شوية طب يا عم طب والناس اللي ماتت دي نزلهمهم ليه قال لك لما هو كله بنصيبه طب يا عم ماشي هم فضلوا بصين على المؤامرة او على الكتاب بتاعه ده وحطين علم عليه بالمناسبة بالمناسبة انا كنت تكلمتلكم عليه على الموضوع ده قبل كده وقلتلكم فيه ناس بتخطط لملايين السنين لكرون بالمناسبة يعني وقلتلكم زمان زمان كان فيه كتاب اسمه برتقولات صهيون والكتاب ده كان ممتشر زمان جدا بالمناسبة وكان بيقول ان اليهود حياخدوا ارض فلسطين كان الناس بتسمع زي وزي كده زي ما احنا بنسمع دلوقتي ازا ما انت اسمع دلوقتي وتقول عادي يا عم احنا فين وفين ولا يحصل اي حاجة ولا في اي حاجة من الكلام ده ولا اي حاجة الكتاب ده من سنين السنين شوف عارف انت زي ايه لما جدك مثلا او انت مثلا لما تحط هدف لمشروع ما وابنك يؤمن بي وابن ابنك يؤمن بي وتلاقي اخر حفيد مثلا من الحفيد العاشر هو اللي بيعمل المشروع اللي انت حطيت خطته ماشي على الخطة يعني أنا حطيت خطة لكرون علشان أحفادي يمشوا به وده اللي هم بيعملوه حاليا فما تسمعش مني وتتجاهل كلامي أو تسمع من الناس وتتجاهل لا ده حصل هم فعلا عملوا كده المخطط ده أن هم يعملوا الدولة في الحتة دي وحصل وناس كتير زي ما حضرت بتسمع دلوقتي وبتنفض ناس وقتها سمعت ونفضت لغاية لما لقنا الدولة فوق رصنا ما علينا المفروض دلوقتي أن احنا نسمع وننتبه كويس جدا لشه الموضوع ده موجود عندنا احنا هنا الموضوع ده موجود عندنا احنا هنا فالموضوع كبير جدا جدا قلنا لكم أن الماسونية أو الناس اللي خططوا دول المئات السنين خدوا كتاب الراجل ده أو فكر الراجل ده وابتدوا يمشوا عليه وقلنا عملوا اللي هو الهرم المسلس اللي هو اللي اسمه الماسوني أو اللي سموه الشركة أو المؤسسة وعمتها اسمها الشركة لأن كموظفين شغالين تحت في القاعدة إلى رأس القاعدة وكل واحد مسك منطقة ما تمام طيب الناس دي هدفة إيه يعني إيه الهدف خلاص عرفنا أنهم عايزين يموتونا وفهمنا أنهم عايزين ياخدوا الناس المرأس الزهبي ده اللي هو الناس النظيفة قوي والناس الكويسة جدا 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 عشان يعيشوا وياخدوا نصف مليار كمان من إفريقيا عشان يخدموهم ما كل ده موجود خلاص عرفنا ومفروض في 2025 ده هذا النظرية اللي حطينا 2025 يكونوا حقا وكلامنا طيب إحنا يخصنا إيه بقى لأن إحنا لو فتحتنا في القصة دي عايز كورو إحنا يخصنا إيه في مؤرخ اسمه أناتولي روسي مؤرخ روسي اسمه أناتولي بيقول روسيا والغرب وأمريكا قال إن مليار الغرب أو أمريكا وأوروبا عمتا هم اللي بيبسوا في العالم يعني في الأرض عمتا بيبسوا فيها الطعون والملاريا والأمراض علشان يخفوا ويحدوا من العالم قالك النظرية دي موجودة في كتابه ونشرها وكمان الرئيس الروسي حاليا اتكلم في الموضوع ده كذا مرة كذا مرة اتكلم في القصة دي بطريقة يعني مش مباشرة قوي لكن فيها صراحة صحيح مش مباشرة يعني لكن فيها جزء من الصراحة كده طيب برضو يخصنا إحنا إيه أنا حقولك أصبر عليها بس حقولك والله يخصك إيه لما جيت بحثت بقى في الأمور اللي تخص العرب أول حاجة مبدئيا كده كان دخلونا حتة الطائفية أنا عمري في حياتي عمري في حياتي أنا صغير ما كنت تعرف اللي جنب ده مسيح ولا مسلم يعني اطلعنا ما نعرفش ده مسيح ولا مسلم ما كناش بنسأل اتفاجئنا بطائفية رهيبة ناس خدوا بالكم بموضوع ده ناس مسلمين متشددين خد بالك من حيث متشددين دي بدأوا يعملوا الطائفية مع يقولوا عليهم النصارى خدوا بالكم طيب وبعدين بدأ يبقى فيه كمان متشددين من هنا ما هو مش هيسيب لك ده بس الواحد ما هيبقى هياخد لك ناس من هنا وناس من هنا عشان يلعب في حتة الفتنة الطائفية دي وده موجود كل ده موجود بالمناسبة طيب لعب عليها فترة وما كملتش الحمد لله اللهم ملكا الحمد وش عندنا في مصر ده في الدول العربية الحمد لله ما مشيتش اللهم ملكا الحمد يعمل ايه بقى؟ طيب انا اخش جوه الكنيسة نفسها وحفتتها وهخش جوه الجامع نفسه وحفتته يعني ايه؟ طيب احنا عارفين من زمان ان احنا عندنا سنة وشيعة ومسلمين سني وشيعي خلاص ده في مكانه وده في مكانه واحنا كويسين مع بعض ما عندناش مشكلة ما عندناش مشكلة ربنا اللي بيحسب اخدوا بالكم ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحسب ما تقول لي اصل اخد بالك مش عاوزين تشدد النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش معاه كل الاصناف النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش معاه كل الاصناف كان القفار والمسيحيين والمسيحيين كمان كانوا قلالين بالمناسبة فإحنا دينا كمان حتى بيقول لكم يعني رحمة يعني رحمين عنها شوية هنازلنا تقالوا إنا نصارى آه ما تأمينش لحد وخليك دايما جميل جدا لكن تتاجر معاهم وتشتري منهم واشتري منهم علماء اللي قولنا كده مش أنا مش أنا اللي بقول ده العلماء بتقولنا قولنا كده وحفاجئوا يعني حديكم مفاجآت في حاجات كتير قاسما بالله طيب خلاص احنا عرفنا الشق ده بدأوا يلعبوا في المسلمين في إيبان هقولك بدأوا يخشوا في قصة الإسلام ويخلي إسلام متشدد وإسلام غير متشد يعني إيه يعني يقولك هما بدأوا يعملوا الجامعة اللي احنا تكلمنا عليها دي بدأت تخرج يعلموا ناس الفكر الإسلامي وإزاي يتشدد وزي ما فيه بقى رجال متعلمين في الجامعة البريطانية اليهودية دي فيه كمان نساء متعلمين بنفس القصة وحلوكم قصة النساء دي وجاية ازاي نخش على رجال بقى اللي لعبوا أنا أجيلكوا بالتاريخ واحدة واحدة وإحنا طلعينا هون عملوا قصة القعدة وإنتوا عارفين إن القعدة دي هي بريطة أمريكا صحيح الجهات في سبيل الله من أعلى المراتب ما اختلفناش ما اختلفتش معاك خالص ولا حاجات لك ولا حقولك أي حاجة مش حاجات لهو الجهات في سبيل الله أعلى المراتب ما عندناش مشكلة وطبعا كان الروس بيتخنقوا أو كانوا بيحربوا الشيشان أسف في موضوع الخناء عفوا أنا بيكانوا بيحربوا الشيشان وكانوا اللي اتنين بقى زي ما بعض بيقدوا بقى صحي كده تمام إنت بتروح تنصر أخوك المسلم ما اختلفناش إنت دولتك بتسمح دي حاجة بتاعتكم يعني ما لناش علاقة خلص إنت روحت وحاربت وربنا كرم والنصر من عند الله سبحانه وتعالى والله أكبر وانت صنع والحمد لله ارجع بقى لأ ليه عشان أنا اللي صنعك أنا مش حرجعك ما أنت تعمل إيه ده أنا هطمعك ده أنا هقعدك هديك فلوس مش فلوس بس وحصرف عليك وهديك سلاح وخليك تعمل مكان وخاص بيك عشان تقدر تخش تحارب العدو اللي هو عدو أنا أصلا اللي هو عدو أنا أنا كأمريكا أخليك تحارب عدوه اللي هو الروسي وخليك تحاربه وتزرع رجلك في مكان طيب حاولوا وقعدوا كذا مرة اتنين وثلاثة واربعة لغات لما تقلبوا على الأمريكان نفسوهم شوف سبحان الله اللي هي بقلبت بالعكس يسكتوا لأ طب ما إحنا عايزيني فاكة القعدة اللي تقلبت علينا دي إنهم نعمل إيه نخرج منها داعش بمصعب زرقه وده ما كان في القعدة يخرج منها ويكون داعش عادي جدا طب أنا حسأله يعني 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 كل واحد كده يقول معايا داعش عملت إيه لفلسطين هتقول لي ما العرب أنا جايلك في العرب بس وصبر بس وصبر تستعجلش أنا العرب جايلك بس خلينا أقولك داعش بس داعش داعش عملت إيه لفلسطين ولا إيه حاجة سمعت حد من بتوع داعش تلع وقال إحنا هنحارب سمعت ده ما سمعتش طب سمعت ضربه طلقة طيب على لا طب ضربه صاروخ على الكيان لا طب طلعت وراء فيه طلقة وراء رحت على الكيان لا طب ما العمله إيه بيضربه في نحن متوظل والله ما بيوظل بيضربه في نحن هم بيضربه نحن هم كده قاعده في الحتة دي وبضربه المسلمين يا عم ده فيه مسلمين هناك بتضربه مش ده جهاد مش ده جهاد لا مش جهاد بتاع سلمة وسلامة لا جهاد بتاع في سبيل الله ده مش بتاع فيلم جهاد لا ده جهاد في سبيل الله راحوا جاهدوا في سبيل الله لا بل بيجاهدوا في سبيل الله عندنا كان عندنا حاجة بتضربنا اسمع أن صار بيت المقدس طب بيت المقدس فيه مشكلة ما روحتوش عند بيت المقدس المستهدفين شهم ان هما بياخدوا اموال من عندهم هم اموال دي بتيجي منين يا مولانا لما تسأل حد يعني بيتابعهم او تسأل حد تبعهم او اي ان كان يعني يقولك اموال التبرعات ايوا التبرعات من مين حضرتك يا اخي تبرعات ناس اللي جايين في سبيل الله ايوا يعني مين هيديك المبالغ دي كلها اللي في سبيل الله اللي تعمل عملية عندنا بتاخد قصادها مليارات بتعمل عملية في اماكن عربية مش شرط في مصر يعني اماكن عربية تقتل مسلمين ابرياء وناس حتى غير مسلمين يا سيدي ابرياء ومسلمين ده انت مفروض تبلغوا مأمنة يعني هو ده كلام ربنا صلى الله عليه وسلم وتقتله وبقين تقول لي يا اصل احنا ده جهات في سبيل الله وتاخد فلوس كل عملية كل ما تاخد فيها فلوس اكتر مش قصة مسلسلات وشفتها في المسلسلات والافلام انا بكلمك في حقيقة انا بكلمك في حقيقة حقيقة انا لمستها وشفتها انا عمرو ما بتكلم في السياسة وما بتكلمش في السياسة انا راجل بتكلم في دين بس بقول لك خلي بالك بقى من اللي انا شفته في الدين لان انا جايلك في بعض الشيوخ اخد بالك من الموضوع ده جدا طيب في بعض الشيوخ بقى احنا بتربين على قديم زمان احنا ما كناش نعرف الموضوع ده خالص ولا نعرف قصة مؤامر انا اتفاجئت انا بسم الله الرحمن الرحيم بفتحيني كده رقيت بعض الشيوخ مشعول اسماء طلعت بسمع له ربنا يا جزيهم خير في الجزئية اللي قالوها وخلوا الناس تصلي وخلوا الناس تلتزم ربنا يا جزيهم خير عنديش مشكلة بس كنا بناخد منهم فتاوى يعني الفتوى دي كذا حرام الفتوى دي كذا حلال الفتوى دي مش عارف ايه كنا بنمشي وكانوا مفاهمنا او كانوا بيقولولنا ان الشيوخ الازهر او الشيوخ دول بتوع السلطان بتوع الحاكم دايما قلولنا الحلال حرام والحرام حلال والكلام ده دايما كانوا مفاهميننا كده صدقا انا بقول صدق او الله انا بتكلم صدقا كانوا مفاهميننا الموضوع ده فكبرنا على الدعاء لما فهمنا بقى الدين وعرفنا يعني ايه داعي داعي لله انا ممكن النهاردة النهاردة دلوقتي كده انا راجل يا عم بدعو الى الله سبحانه وتعالى بدعو الى الله بقولك صلي والتزم واتوب الى الله وارجع انا داعيه ودعو الى سبيل ربك بالحكمة والموازات الحسن انا بدعو الى ربنا سبحانه وتعالى الموضوع سهلا صح تمام لكن انا مقدرش هديك فتو مهما قريت عشر تلاف كتاب مهما قريت مئة الف نسخ طيب الناس دي جابت دينهم منين في معهد اعلاء دعاية انا ممكن اخش بالمناسبة اي حد يخش تاخد ثلاث سنين تخرج دعاية الله سبحانه وتعالى تروح تمسك مسجد تطلع في خطب الجمعة تقولهم واذا كان في الصلاوات حاجة كده تقريبا يعني وخلاص هو ده معهد اعلاء دعاية بس لا يجوز ان اطلع بقى اقول افتي واطلع على المنبر وافتي واقول للناس هذا حلال وهذا حرام لا يجوز المفتي ده حتى لو قريت مئة كتاب في الافتة حتى لو انا قريت خمسة مليون كتاب في الافتة ماينفعش افتي لان الله عز وجل قال اسأله اهل الزكر اسأله اهل الزكر اهل الزكر ده اللي هم الناس المتخصصة في الفقه الناس اللي درست الفقه وقرنت بين المذاهب دول هم دول هم دول اللي اخد منهم الفتوى ده اللي يقولي حلال او حرام هتقولي والله اصلهم بيحللوا الحرام يا سيدي ما عليك ما عليك انت ملكش علاقة هو لو حللك الحرام هو يشيل انت ملكش لعب هو يشيل الزنب مش قصتك انت خلاص خد فدوتك والسلام عليكم والسلام مش غلاقش ربنا مش هسيبن والله ما هيحسبك والله يا ربنا ما هيحسبك هيحسبه هو طيب لو جيت خط تاخد مني أنا 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 مش بتاع فتو وجيت تاخد مني فتو والفتوى صحيحة ربنا هيحسبني وهيحسبك عارف ليه؟ لأن أنا مش من أهل الفتو أنت سألتني وعارف أن أنا مش من أهل الفتو فربنا هيحسبك على سؤالك ده وربنا هيحسبني لأن أنا فاتيت حتى لو صح وأنا مش من أهل الفتو فهمتوا الموضوع ده يا ريزي؟ هو كده أنا أهل أسأل أهل الاختصاص أسأل أهل الزكر هم دول أهل الزكر افتيني يا عم ده حلال حلال حرام حرام شكرا سلام عليكم وعليكم السلام وبرضه برضه برضه أهل الفتوى اللي موجودين في دار الإفتة ما يبقاش شيخ درس الفتوى مثلا وقعد برة أو موجود برة وتسأله فيطلع بيطلع على القنوات ما شاء الله بيطلوا شوية فتاة ما لكش دعب دول يا سيدي فيه ناس قعدة في دار الفتوى دلوقت تسألهم ناس موجودة حاليا مش قادر تمشي فيه على جوجل تخش على جوجل الويب سايت بتاع الفتاوى خش واسأل وانت قعد في بيتك واتاخد رقم الفتوى بعد كده تاخد فتوتك الموضوع سهل الموضوع بقى سهل لكن احنا اللي مصاعبين على نفسنا واحنا اللي بقنا نخلط الحبل بالنابل طيب شيخنا دول بقى ربنا يهدينا وهديهم قصتهم ايه ابتدوا يدعموا بصورة غير مباشرة بالمناسبة بصورة غير مباشرة عشان ما حدش ياخد كلمة في حتة تانية الناس دي دعمت بصورة غير مباشرة السوشيال ميديا ما ابتدت تضغى على الناس كان الاول بنسمعهم الكستات وبعد كده بقوا قنوات بقت الناس تطلع في القنوات الخاصة كنا نعرف الاولى والتانية والتالتة القنوات المصرية وبعد كده الرابعة والخمسة اللي كنا نقعد يطلع عنينا في الاريال ما شاء الله لما تلع الفضايات دي ما شاء الله بقى فيه خمسة ستة سبعين تمانين ألف مئة ألف قناة ما شاء الله وزي ما انت عايز تعد تعد فبقى اطلع على القنوات الفضائية الخاصة عادي جدا جدا يطلع يتكلم في الدين وحاجة كويسة مش وحشة برضو لكن ادخلنا من قصة الدين كده بقنا نتفرق شمال ويمين للأسف للأسف فيه ناس بقى تاخد بعض من الدعاء دول كمراجع ليها للأسف يعني وسبوا المراجع الأصلية من الأزهر الشريف وبدأوا يخلطوا في الأمر والمشكلة بقى المشكلة أنا علشان أموت لك الأزهر ده خالص وعمره ما يموت إن شاء الله طبعا يعني علشان أنسف لك الأزهر ده خالص بقيت أفرقهم لك فأقول لك عليهم الصوفية خب بالك صوفية ومصوفية بس ده بقى صوفية كبوريين خب بالك فقفرة والعزب الله علشان تبيت عنهم خالص علشان لما تشوف شيخ بعمة وجلباب بتبيت عنهم خالص تقول ده كبوري هذا كبوري وماليش علاقة به وبقى يفصص لك حتى حتى المسلمين السنة نفسهم بقى يفصصهم المسلمين السنة فصصهم بقى ده وهابي طبعا الشيخ محمد عبوهاب وأفكاره وهابي وخب بالك والشيخ ده أو الجماعة دول سلفية جهادية إيه ده سلفية جهادية آه ولما تجيب سيرة الجهادية يبقى تكفرية يبقى ناس بتكفر فالتكفير والهجرة كانت جماعة التكفير والهجرة فسلفية جهادية تكفرية دي قصة تانية خب بالك فخلى الناس بتوعنا احنا كمسلمين قسمهم فرق اتقسموا للأسف يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم فرق طيب لما ابتدنا نستوعب شوية بشوية الفرق وابتدت الناس تتكلم يا أخوانا احنا كلنا 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 سلف نتبع السلف الصالح يقولك لا السلف الصالح ده مش موجود يا سيدي احنا بنتبع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتبع رسول صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله واتبعين منهم واتبعين اليوم الدين ان شاء الله بأمر الله احنا نتبع طيب انت صوفي يا سيدي انا اصفي قلب الله سبحانه وتعالى هذا صفاء القلب تقول لي أصل أنت بتروح للقبور نصحح المعلومة لكن ما تقولوش مشرك نصحح المعلومة ومش كل الصوفين بيعملوا كده بالمناسبة فيه ناس عندهم غلوه فيه ناس عندهم غلوه أنا مش هقولك لأ فيه من الصوفية عندهم غلوه فيه فيه سهلة تقعد واحدة واحدة وتقولهم لا يجوز للسعان إلا بالله سبحانه وتعالى وكذا 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 الكلام واحدة واحدة بالراحة لكن لما تقعد معايا وإنت مكفرني أنا مش حاب معاك يعني أنت لما تقعد معايا تتحدث معايا وإنت أصلا مكفرني أكيد أمش حاب معاك أكيد حنقعد نمسك في بعض على هوا صح؟ طيب أصلا الدعوة إيه؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموزة الحسن هم دخلوا في الحتة دي إديهم في الحتة دي إدي المسونية دي في الكلام ده خبالك هو عاوز يفرقك وعاوز كله يكره بعضه وعاوز يخرجك بردينك عارف ليه عاوز يخرجك بردينك؟ لأنت لو خرقت بردينك أي حاجة تانية سهل وحقول لك خدوا شيوخ موجودة في الخارج شيوخ المنهضة أو يعني اللي تكلموا في السياسة وكانوا خبالك خبالك من دي يعني أنت لما تيجي تتكلم مثلا في الدين تقول كذا وقال الله وقال الرسول وتخبط كده وتتعصبه بتاع فطبيعي أنت حتبقى مطالب خبالك فتقوم تجري بره ماشي؟ طيب لما تجري بره بقى خبالك من الأدوار اللي تتبدل الموضوع مهم أي حد بتغري أي حاجة أي حاجة بيغري الراجل أي راجل أي إن كان المال والنساء هتقول لي يا عم ده الشيوخ بتوى ربق يا عم أنا ما اختلفتش معاك والله ما هيتجوز بالحلال أنا ما اختلفتش معاك هيتجوز أولا ما قلتش أنه ما هيتفتن بالنساء يعني يزنوا العزو بالله حاشا لله احنا بنصق في الناس كلها خير إن شاء الله بنظرنا فيهم خير فده هيتجوز يتجوز مين بقى؟ فاكرين النساء اللي قلت لكم خرجات الجماعات الشيخ اللي أنا بتكلم عنه اللي موجود برا ده أو الدعاية ده متزوج واحدة منه متزوج واحدة منه أصلها يهودي لكن في الظاهر العام كده مسلم محجبة وماشاء الله حاجة ماشاء الله طبعا هو بيده لك جمال ماشاء الله فتنة فتنة حلال يا عم حلال الله أكبر ما عنديش مشكلة ده الشيخ بتتجوز بالتلاتين والخمسين والتنين والعشرين مرة ما عنديش مشكلة يا عم عاد ربنا يا حاسب ما ما حاسبش حد فيه شيخ حتى أنا أعرفه هتقول لي ده كلام أقولك كلام ما ما شفتش فيه شيخ أنا أعرفه أعرفه شخصيا زمان في إن شامس عندنا شيخ أعرفه شخصيا شيخ ده تحبس حتى كان متزوج أربعة وملحقش يعني طلق واحدة ملحقش طلق رسمي يعني عن مأزون كده طلق وراح تجوز رح عقد على واحدة وتحبس عشان جمع ما بين أزواج ثانية يعني شوف ما بضعش وقت هتقول لي عم حلال أقولك عم حلال ليش دعوة بدي ربنا يا حاسب مشكلة مثلا بقولك يعني ما ضيعش وقت خبالك يعني فهو المال والنساء فتزوج خبالك من المرأة دي أنهما يعني مسلمين اسما يعني وهو قال باعترافه أنه له أصدقاء من اليهود هو اعترف وقال له الحمد لله الحمد لله ربنا قدرني خليتم أسلمه طب عم الشيخ بتشغل بالك أنهما هما دول اللي أسلموا جابوا لك السنة وقالوا لك إزاي السنة جابوا لك حديث مغلوطة وحديث موضوعة وحديث أصلا يعني لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أحديث تانية بأقولك بص الأحديث مضادة إزاي إزاي الحديث إزاي بشبه الحديث إزاي وإحنا كده دخلين الإسلام جديد فهنتشكك فإزاي يعني دول مع دول فأنت طبعا أنت فورت عايز تخرج يعني فلا يا جماعة في أحديث لأ ده ده مغلوط وده لك طب إزاي طب إنت إيش عرفك أنه ده مغلوط وده وده مش صحيح وده صحي وده غلط وصلوا المرحلة أنه أيقا أنه مفيش أحديث وصلوا المرحلة أنه أيقا أنه مفيش الإسراء والمعراج شوفوا بص الموضوع لفين وهو بالمناسبة أنا عندي ليه شرائط زمان وعندي ليه حاجات زمان الراجل ده كان بيتكلم عن إسراء والمعراج في يوم الإسراء والمعراج بشكل رهيب تسمعه؟ تبكي؟ هو هو نفس الشخص هو دلوقتي اللي بينكر الإسراء والمعراج يقول لك حاجة ليه يصدقه عقل يا سلام يعني الإسراء والمعراج عقلك ما صدقهاش يقول لك لا أصر ربنا ما يزنع عن المخلوقات بإيه؟ بالعقل أه صحيح عن المخلوقات أه صح بالعقل صح تكلم صح بس دي مالها يقول لك لا أصر أنت لازم تفكر الأول طب ما أنا لو حفكر يا مولانا أنا لو حفكر يبقى مش عبد ربنا صح؟ هو أنت أنت بتشوف ربنا لا طب بتعبد حاجة أنت مش شايفة إزاي أني إحنا بنعبد ربنا سوى تعالى يقينا يقينا مش بالعقل يقول لك ربنا يعرفه لا مش بالعقل خالص أنا ما عرفنا عرفنا بالعقل إزاي يعرفنا باليقين عرفنا الله سبحانه تعالى يقينا أيقنا أن فيه الله سبحانه تعالى طيب سيدنا موسى لما ضرب عصوش شق البحر أنا مش هصدقها أصدقها ليه؟ عقلي ما يجيبهاش في واحد يمسك عصايا يضرب بها البحر تدفلق اتنين عقلي ما يجيبهاش لو هندور على العقلي بقى هو يعني أنا قلتلك أنا مسكت عصايا وضربت بها البحر اتنين وانفلق مش هتصدقني هتقول للعقل عمره ما يجب ما أنا برضه أقول لك العقل عمره ما يجب صحي كلا؟ هتقول لي سيدنا موسى أنا هقول لك سيدنا موسى حط يده في جيبه ويده تلعب ما شاء الله فاسو ولا اي حاجة وبيضة كده شديدة البيض هقول لك لا مش مساد أنا أخل ايه يده في جيبي مئة مرة وفيش اي حاجة مش هتطلع بيضة يا أخواننا مفيش حاجة اسمعها كده ده أنبياء الله أنبياء الله دول بتوع أصحاب المعجزات مش حاجة اسمعها عقل اوعى تدور على العقل في دي سمعنا وقطعنا مفيش مشكلة في دي سمعنا وقطعنا ما تقوليش أصل العقل والنقل وتاخد شوية من فكر ناس معينة لا وبقين ترجع تقول إيه بقى أصل خبالك ده هم برضو ده كلامهم وبعد كده بهت على كلامهم قالوا طب معا كده بقى الصلاة الصلاة كلها مش مذكورة في القرآن يعني حتى العدد الرقاعات طب ليه مش المغرب أربعة شمال المغرب تلاتة يعني طب ليه مش الضهور أصلا تلاتة فهمين الموضوع وصلت لفين استادوا ده علشان ده له أتباع أتباع معروفين من زمان وزي ما بيقوله كده الطراب جي عليه فصل ده لما قعد برة وعارفين بقى أنتوا القعدة برة في أمريكا ما شاء الله يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني قعدة حلوة قعدة يعني زي ما بيقوله تفخد كده زي ما بيقوله يعني فطبعا عاوزين سنفروا وطلعوا طيب أنا بس عاوز أسأله هو واللي برة سؤال هو حضرتك أنت بتقول ساعة الفتنة الطائفية أن المسيحين ما نفعش يقعدوا هنا وتقتلهم عشان يمشوا ما أنت قعد عندهم هناك ليه حضرتك أنت حضرتك قعد عندهم ليه قعد عند القفرة ليه ليه يعني هما هما عادين في بلدهم وحش وانت تقعد في بلدهم حلو يعني أنت تروح بلدهم هناك في الغرب حلو احترموا أنتوا بقى قولنا أنت احترموا علينا أنت بتخلينا نهدهم إزاي أو بتخلي أتبعك نهدهم إزاي وانت أصلا قعد معهم هناك أصلا يعني أصلا أنت قعد معهم هناك بتحترم علينا شوية ده دليل إنك صناعتهم ده الدليل إنك صناعتهم هما صنعينك أنت تابع ليهم هما بيحركوك زي عرس البابي تعرفها اللي بالسلسلة دي والحبال دي هما بيحركوك طيب مش أنت بس خش على التاني يجيبوا حد من السوشيال ميديا والسوشيال ميديا دي قوية جدا جدا وحقول لكم ليه في حاجات أنا شاهد عليها وحقول لكم قصة السوشيال ميديا دي كبيرة يا ربي بعندنا وقت حد تاني لسه طالح يعني حد شيخ اللي هو كان طبال مش عارضوا لإسمه كان طبال سوري شغال وعلى طبال والله الدكتور رحمة كريمة ورديني سورة ليه هو مسك الطبال والله المهم يعني واحد سوري شغال طبال ولما حصل بتاعته في سوريا جيري على الألماني راح برضه عند ملاد الكفر ماشي خير انت راجل يعني عندك حرب وعندك وفمش لاه أي مكان بتتستر فيه فروح تلقيت مكان عدت فيه عم ماشي الله كريم الأرض كلها بلاد الله ماشي خير فأنا بقولك بلاد الله بشقولك راح عند الكفر ماشي لما قعد هناك التزم الحمد لله ربنا يزيدك سيدي بدأ ماشاء الله في التزام وبدأ ماشاء الله يطلع يقول للناس حلو أول الله يبارك لك لو علن من والده الله يبارك لك وبعد كده شوال زي ما قوله ماشي يضغري بقى شمال ويمين أول حاجة عملها راح مسجد وبدأ يقول كس الدين جديد الناس اتعرضوه من على الخطبة أولو يمشي تعرفين أنا لايه ناس ناك في ألماني وسورين برضو راح مسجد تاني نفس الموضوع اللي اتعامل هنا الناس التانين عملوه معاه هناك أولو يمشي متعودش معانا هنا انت ولا أصلا تطلع ديني عمل ايه رجع للسوشيال ميديا اشتغل بقى للسوشيال ميديا بقى يتكلم الناس بدأت تتبعه ماشاء الله عمل قاعدة حلوة متجاوز واحدة عراقية بين قوسين شعية الأصل ظاهرية سنية يعني الظاهرة كده سنية لكن في الأصل شعية خد بالك هو من حتة اسمها شاوة في سوريا واسمع عن شاوة دي يعني السوريين ما بيحبوش زواجوا بناتهم من اللي عادين في شاوة أنا معرفش ليه هم قالوا لي كده أنا معرفش فاتلمت عنها العراقية دي أو يعني تزوج خد بالك بدأت حط تحت الميكروسكوب خد بالك بدأت حط تحت الميكروسكوب عندهم ياخدوه ولما ابتدى يتعرف أو ابتدى يتعرف بشكل رهيب على السوشيال ميديا وبقى ليه أتباع لدرجة إنه لو قال لي أتباع دول ارمي نفسك في البحر بتاع المان حيرمي آه حيرمي خد بالك فبدأ مؤثر في الناس مؤثر اهو راجل مؤثر ماسك المختاربين السوريين وبعض السودانيين يعني الموجودين في ألمان فبقى مؤثر وبقى ما شاء الله ليه قوة بدأ بقى يبس السمون بتاعتهم خد بالك قالوا انت يعني انت حسن من النووي والنووي حسن منك أسفي انت حسن من النووي هو ابن تيمية انت ابن تيمية عصرك والله العظيم لفظا والله لفظا انت ابن تيمية عصرك انت نفحه في الراجل لغاك لما افتكر ان هو فعلا 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 امام احمد بن حمد افتكر نفسه احمد بن حمد الشفع بالمناسبة مسك شيوخ ما فيش شيخ سلم من ايده خلى الناس تتفرق مش كده بس ده الافكار اللي بدأ يبسها بدأ يعمل حرقات جهادية بالمناسبة والشرطة تردته مرة انا بقول لكم علماته هو والشرطة تردته مرة وعلى ما يعني المعلومة الوضحة ان هو تحت الميكروسكوب هو تحت الميكروسكوب لانه بدأ يرسل على رأي دكتورنا احمد كريمة لما قالك هو بدأ يدخل الناس سوريا ومعرفش ازاي المخابرات السورية سايبه وفعلا بدأ يدخل الناس مناهدين لسوريا طبعا انا مليش علاقة بشجار سوريا ده ما بتدخلش مليش علاقة بس الشاهد في الامر اصد ان بدأ يشحن المسلمين على المسلمين بدأ يشحنك انت كمسلم على اخوك المسلم وده فكر وده فكر طيب خلينا بقى ندخل على بلدنا انا بس جيبتلكم نموذجين وفي شوية كمان ده في شوية نمازج يعني تابعين بس غير تابعين يعني ايه يعني انا بخدمهم بس من غير ما يتفقوا معايا يعني مباشر دايركت على طول لا مش متفقين معايا دايركت مش قعدتش معاهم وقالولي يقول كذا كذا لا خالص بس انا بنفذ اجنتتهم من طريق رأس الرجاء الصالح من طريق بعيد قوي 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 كمان لان هو لو عرف ان هو بينفذ اجنتتهم طبعا حيرفضوا انا عارف شوية نحسابهم على خير لكن للأسف انا حابب ان هم يراجعوا نفسهم حابب يا اخوانا انتوا ربطونا جزاكم الله خير اتمنى انكم تراجعوا نفسكم اتمنى انكم تراجعوا نفسكم بالله عليكم الموضوع مش ناقص الموضوع مش ناقص الناس هتروح في داهية الناس هتتشتت الناس هتقف فرق اتقوا الله يا شيخنا اتقوا الله يا مشايخنا اتقوا الله الناس حتبقى فرق والله العظيم حتتفرق والله حتتفرق بتفرقهم للأسف ويخوانا بالله عليكم احنا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لينا علاقة لا بدا ولا بدا ولا مش عارف مين ولا مين ولا ليك دعوا بالمسميات لما حد يقولك انت مين قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مليش علاقة لا بفرق ولا بأندية ولا بمنتخبات انا مش لعب معهم مش هلعب معهم خدوا بالكم طيب بدأوا يعملوا ايه بقى بدأوا يخشوا لك على السوشال ميدي يعني ايه يبسوا لك حتة الربيع العربي يدرسوا كل دولة على حدة واول دولة بدأوا بيها تونس الحمد لله ربنا نجها ونجنا كلنا رب ونجنا كلنا تونس وقعت في ايديهم والحمد لله نجيت بس بعد شوية خسائر وبعد كده دخلوا على ليبيا وطبعا كتل عراق قبليها ودخلوا عندنا مصر وسوريا اتفتتت للأسف يعني بدأوا يخشوا واحدة واحدة طيب بدأوا ازاي بقى عشان ناخد بالنا من الموضوع ده كل دولة بيدرسوها على حدة ويشوفوا ايه المشكلة اللي فيها يعني ايه التعصب اللي فيه ويلعبوا عليه خد بالك مبدئيا قبل المشرح انا كباسم ساعدة هو انا ممكن مثلا اقضر 1000 واحد مثلا ب1000 جهاز كمبيوتر لابتوب وكل واحد يعمل مثلا 50 اكاونت تخيل الناس دي اضرب العدد ده في 50 تخيل حبقى مؤثر ازاي على السوشيال ميديا توقع لما اعمل جروب ودخل الاكاونتات بتاعت دي في الجروب ودخل اصدقائي ومعارفي واهلي واصحابي وهم نفس القصة وده نفس القصة وده نفس القصة مش اقل مثلا جروب بتاع 10 تلاف شخص 20 ألف شخص تقريبا يعني وابتدي انشر الفكر اللي انا عاوز مش الفكر بقى ابتدي اشوف احنا عندنا ايه واقع في البلد وابتدي انفخ فيه ابتدي انفخ فيه قب بالك انا احكي لكم قصة انا اشاهد عليها ويشهد الله عليها ان كلنا هنموت وحنقبل ربنا والله 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 ما هكذب فيها بكلمة عندنا في مصر انا اشاهد عليها في 25 نناير قالوا هيعملوا حركة اللي هي بتاعت حركة 6 ابريل دي قالوا هينزلوا وعملوا مظاهرة وكانت المظاهرة وزارة الداخلية مسموح بيها من الساعة كذا للساعة كذا بالمناسبة احنا يعني الحمد لله عندنا جهازنا المخابرات وامن الدولة ما بيناموش ما عندهمش يزار هم كان عندهم يعني معلومات عن ان الناس دي جاية في اليوم دا تعمل حاجة الناس دي في اليوم دا تعمل حاجة وبالمناسبة برضو عشان محدش عشان ما نتهمش الناس بعض من الناس دي بعض من حركة 6 ابريل بعضهم بعضهم كان بيطلع بره بيتدرب وبياخد فلوس وده عرفناه بعد كده وكان عارف هيعمل ايه ويمشي الغاطفين بعض الناس اللي طلع معهم كانت طلعة بهدف او متحوك علي برضو عشان نبقى واضحين انا متحوك علي ان هنبقى احسن ومين مش عاوز يبقى احسن انا مش عاوز أبقى احسن مش عاوز النادي يبقى احسن انت مش عاوز تبقى كويس مش عايز أولادك بكواسين تخد لك 3 تلف شغلانة تخد لك 6 تخد لك 7 النهار ده المرتب مش مكافي المعيشة الحياة فانت عايز أزياد صح فانا لما اتحك عليك وقول لك تعالى ده انت لما تنزل بدل ما مرتبك هيبقى 3 هيبقى 10 فحتيجي فحتيجي معاه صحي كده كلنا عاوزين مستهبة الأفضل كلنا صحيح مش عارفين الطريقة ازاي لكن لما حد يقول لي تعالى انا عند طريقة فهروح انا هتحرك وانا مغمك انا مش لاقي مش لاقي سك مش لاقي حد من الدولة قال لي تعالى انت انا حديك فطبيعي هتروح ففي ناس كان متحوق عليها وراحوا طيب والله والله كبا مرة والله كبا مرة خدوا من كل اقسام مجموعة وقالوا مجموعة غير مسلحة بالمناسبة ودوهم تعليمات يا اخواننا العالدي هتقف شوية لو شتموك بالأم ما تردش عشان هم عوزين يفتعلوا اي مشكلة مع وزارة الداخلية وقلبوا الدنيا خد بالك وقلبوا الدنيا وهيجوا الرأي العام وخلاص كلها معلوماته معروفة اهو قعدوا وخلصوا خد بالك خد بالك سوشال ميديا اهيه سوشال ميديا قعدوا وبقى يشتموا يعني الشتيمة بتاع الداخلية ما اثرتش طب نشتم الوزير مفيش اي تحرك حدش جي حدف علينا طوبة طيب طب فيش حد ضرب علينا طلقة طب نشتم الرئيس طب نجيب مين نعمل ايه تاني فبدأوا تسلوا بقياداتهم احنا نعمل ايه مع ما تحركوش مع موش اي حاجة لا خليكوا سبتين فبدأوا على الاتصالات فدلوا سبتين طبيعي طبيعي انت لما بتاخد تصريح بمظاهرة بتاخدها من الساعة كزا لساعة كزا مظاهراتك خلصت وقتك خلص يلا حبيب بقى بالسلام لا احنا مش ماشي ده دليل ايه ان احنا جايين نخرب احنا جايين نخرب احنا وغدين فلوسة عشان نخرب حتى العائل اللي كان بيتمسكوا معهم مش عارفين حاجة عين والله عارفين مجموعة الالترس مش قصد يعني هو قبه مش قبه اللي هما بيقودوا للفريق هما دول مش هما دول يعني يعني حد زيهم ببقى قبه كده زيهم فوس المجموعة اقعد يا ابني اقعد امشي يا ابني تعالى روح كده ببقى كده انا والله هما الناس قالوا لي انا ماشي معهم فقعد قعدنا امشي مشينا هو كده معرفش حاجة طب انت يا ابني بتتظهر ليه احنا عاوزين حق خالة سعيد اللي مات ده طب خالة سعيد ده مات ازاي مش عارف بس هو مات في الدخلية الدخلية موتو ايه موتو ازاي معرفش هو اصلا نازل ومش عارف بس هو عاوزين خالة سعيد عاوزين حقه هم احنا الله يرحمه ماتوا عاوزين حقه هو اي حاجة اي حاجة المهم احنا ننزل اي موضوع المغراد كتير خد بالك طيب وحصل اللي حصل ووقت اليناير وخلصه والحمد لله وخربت الحمد لله خد بالك ده بيأثر على اقتصادك خد بالك من حتة القوات المسلحة القوات المسلحة في الوقت ده دفعت قوات المسلحة بتقولك كحكو بس كويتو خدوا بالكو والله العظيم والله انا ما بدافع عن حد والله ولا حد يكلمني ولا اجار والله ابدا والله انا بتكلم بما يرد الله احافقوا قدام ربنا وحاسب قوات المسلحة دي يا ضرب الله ميت تعظيم سلام من اصغر مجند لأكبر رطبة فيها قصما بالله انتوا ما تعرفوا حاجة قصما بالله قوات المسلحة دي اللي شالت البلد قوات المسلحة اللي شالت البلد وقدمت شهداء وحتش عارف عنهم اي حاجة وفي الدرع ولا تلعو ترند ولا تلعو مش عارفين ولا راحوا في اي حت ولا اي حاجة ليه عشان هم عارفين عارفين المخططات انت قاعد في بيتك ما شاء الله عمال يتهوع على نفسك مش عارف اي حاجة انت بس اي كلمتين من على السوشيال ميديا بتقلبك بتقلب الدنيا عندك هتقول لي ما احنا يا عم انا معاك احنا كلنا تعبنين انا معاك وانا جامل فضاء ما انا قاعد معاك والله وتعبنين زي زي بس يا حبيبي اسمعني انا بنصحك من السوشيال ميديا اللي بتضيعنا اللي بتغرقنا اللي بها تتعالينا ناس خد بالك ده من ضمن انا هبها ارجع لقصة الجيش ده تاني من ضمن السوشيال ميديا بالمناسبة يعني انا هقولك على حاجة حاجة بسيطة شيخ الاظر كان بتكرم في دولة في دولة ما انت عارف كان بتكرم في دولة ايه لا طب انت عارف انه كان بتكرم اصلا لا يا مهارة بيض شيخ الاظر ده كان الناس بتبوس ايده وماشي بيقبلوا ايد مولانا ايد العلم يا جوز تقبيل يا دول علماء بالمناسبة يعني بيقبلوا ايد مولانا تعرف حاجة انت عنها لا طب انا لو سألتك عن كل مفتح السوشيال ميديا لقيها واحدة معرفش دة اللوعة مامي ولا مش عمب دة اللوعة ايه كده مش فكر اسمها معرفش اسمها قال بس سوشيال ميدي مع جوزها ويتطلقوا ويتجوزوا هتلاقيها انا انت بتقول اسمها ومعرفش اسمها ايه معلنها هتليكوا عارفين لو سألتك دلوقتي موضوع شغل الرأي العام واحدة موضوعisure انا enjoys واحدة معارف اسمها مش عارف صور مع جوزها ولا مش عارف جوزها ومسтрير بلا صور ده قالي بالسوشال ميديا برضو انا مش فاهم ايه علاقتنا اصلا انا مش فاهم موضوع ده ايه يعني معلن يعني هم ابتدوا يعملوا تطبيقات يصدروا لك بيها الجهل اقسم بالله يموت العلماء العلماء يموتوها ويصدروا لك بيها الجهل يصدروا لك بيها الهلس تلاقي ناس ملهاش علاقة اصلا باي حاجة زي يوميات ام محمد يوميات ام ونيس يوميات امم شعب بتنجان فتحة بس فتحة التيك توك ده ولا البتاع ده بتقنص بتمسح شعب بترقص شعب بتوكل الفراخة شعب بتجيب الحمامة بس هو ده وفيه ناس قاعدة بتتفرج يعني سبحان الله انا لما بخش السوشال ميديا بيجيب السلبيات بلاقي يعني اخش البس متعمد اشوف في كام واحد الاقي 2003 تلاف ده بتعمل اوه حضراتكم بالدرسية مثلا علم نفس بتدرسيك انجليزي بتشرح الماني انا مش فاهم مش فاهم ايه ده ايه ده يعني مش فاهم طب انتو عارفين ان التيك توك كده اصلا فلوسه بتبقى غسيل اموال اه والله تلاقي واحد ضرب له فيزا ومعاه فلوس عايز يصرفها مش عارف صرفها ازاي فيخش على حد من التيك توك كده اتفق معاه انا هارم عليك اسدين وانا مش عارف خمسين اسد بعد كده وتدهم لي يعني انت تاخد جزء تلت وانا تلتيه يقول له لا انا اخد النص بالنص اه اتفقات كده تعرفوش الكلام ده تعرفوش الكلام ده الكلام ده موجود كلها غسيل اموال يروح حادف عليك فلوس ويجي قابلك ادييني يا ابا فلوسي وكانوا مطلعين ان حد نصب على حد في القصة دي حاول له مردش يدي له فلوس تخيل الموضوع ماش ازاي فمش فارق معاه بقى امو محسين امو محمد امو جمع امو علي يا فلوس حرام فحرام وانا بتاخد فلوس حرام كل حرام فحرام ايه ده يا جماعة ايه ده هو ده هما نجحوا في ده وانتوا مشير معاه في ده حقول لك ايه تاني لما انت يتصدر لك حد وحش وحش وانت بتخش تكتب بتقول وحش انت بتقول رأيك بتقول وحش هما خلوا السلفارات بتاعتهم انك مجرد ما بتكتب بس على الكيبورد يعني تخش على الكيبات بتكتب اي حاجة بيخلي الفيديو ده في المتناول فوق فيجي غيرك يخش يشتم بيشتم الرجل او مش عاجبه مش عاجبه اعتراضك بيخليه يوصل لاكبر ناس وتشهر اعتراضك اللي بتكتبه ده بتخليه يوصل ما لا عمل لي ما تكتبش حاجة تنشه مش هيوصل ويفضل تحت هيتركل امشي عكسه انت بتساعدهم اسبع بيني ويرم البحر بقى انت حر براحل انت عاوز يعملوا فينا زي ما عملوا فينا قبل كافة في فلسطين انت عاوز كده انا جاي بحذرك من دلوقتي بقولك خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك البلد هنا على صفيح ساخن خاصة من بالله البلد على صفيح ساخن خد بالك انا معنديش وقت برضه بس بحاول للملك انه ممكن حلقة جاي كامل ان شاء الله القوات مسلحة اللي ناس يقولك ايه يا عمي ده جيش كحك ده جيش بتاع بسكويت حبيبي الكحك والبسكويت اللي بيقعوا القوات مسلحة ده المنافس بتاع القوات مسلحة بالمناسبة يعني الجيش كان المنافس ده عملها للصف زباط وزباط والمجندين واخش اشتري فتحها دالوقتي للعامة هلا بتخش تشتري من منفس أقوات مسلحة تشتري منه سبحان الله يا اخ級 التجارة اللي بيعملها الجيش اللي لها التجارة اللي الجيش بيعملها ده ما كانش صرف في الصورة كانتش يكلف في الصورة بالمناسبة يعني الاحتياط بتاعك اهام الصورة اتاخد الاحتياط بتاعك الخراب اللي احنا فيه ده بسبب الصورة ما عارش ما حد حدش قالك او ما حد حد قالك انا ماريش علاقة يعني ما يخصنيش لكن اللي انت مش فاهمه ان اللي احنا فيه ده كان بسبب الصورة هتقول لس اللي امنا على حاكم يا عم ما يخصنيش بقى حاكم ظالم حاكم عادل ما يخصنيش انا مش مخشش معك في قصة الحكام دي أنا قصة كلها بحكي لك حاجة أمر حصل أنا بحكي لك في قصة أنت بتحكي فيها بتقول الجيش بواحد اثنين تقرأة أربعة أنا بقول لك لا الجيش مش بواحد اثنين تقرأة أربعة زي ما أنت بتقول الجيش ده مضوع تقاني قوع تيجي عند الجيش قوع ده هو ده اللي بقى إلنا زي ما قوله وهقول لك وهقول لك برضو ليه خبالك خبالك برضو معلش أنا عمال أجيب لك مقططفات من الولي عشان تفهم بحاولها بستطهلك بأقصى درجة ممكنة أنك تفهمها السوشيال ميديا برضو دي هي اللي بتطلع لك دلوقتي حاليا في مصر عندنا أنا عديدهم تسعة واربعين واحد شيخ تسعة واربعين شيخ السوشيال ميديا زي يقولون منبر من لا منبر لا تسعة واربعين شيخ مش كده وبس أنا حديك مفاجأة كمان لأ ده فيه على الفضائيات يا فندم فيه على الفضائيات أنك بتطلع الوقت تطلع ضيف وتطلع تتكلم في أي هل في أي حاجة عندناش مشكلة الموضوع ساك ودين برضو ودين الموضوع ده بقى منتشر والموضوع ده خبالك هيخلينا كلنا يعني عب سميع الشيخ عب سميع قال ده حلال والشيخ محمود قال ده لا يجوز والشيخ حسن قال ده يجوز والشيخ مبارك قال ده ده يوديك في دعية يوديك مش عارفين والشيخ مش عارف مين حتلاقي مئة فتوى بمئة شيخ بمئة قصة بمئة فيلم بمئة موضوع ده ده دلوقت بيقولك الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجوز برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نمي على حجر سيدنا أبي بكر أخوانا بالله عليكم بالله عليكم للأسف أنا وقت خلص وخلاص يعني للأسف يعني إن شاء الله نكمل بأمر الله حاول حاولنا أنا أكمل حبات في الله دمتم فرعات الله السلام عليكم ورحمة وبركاته